السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي النهارنا ان شاء الله معادنا مع زمن المضارع التاني The Present Perfect Tense The Present Perfect Tense معلها زمن المضارع التاني تعالى نتفع حبابي ان اي زمن تاني لازم يكون في Vib to have والتصريف التالت مفيش زمن تان ابدا هتلاقي بفوز Vib to have والتصريف التالت ولان ده مضارع تان حبابي فاذا هيكوم من هذا او هذا وده المضارع متاع Vib to have والتصريف التالت للفعل طبعا هنا حبابي لازم يكون عارف ان have بتيجي مع I و we و they و you الاسم الجامع اما has بتيجي مع he و she و it وكمان الاسم المفرم وكل ده بيجي وراه تصريف التالت فلما يجي قولي حبابي he has paint ولا painted the house اكيد حقوله painted ليه؟ عشان دي مين حبابي has و have و has بيجي وراه تصريف تالت ولما يقولي الزمن بايه؟ حقوله مضارع تان لما يقولي حبابي they have eat ولا eaten Chinese food هقوله اه؟ طبعا have يبع على طول وراه باس بارتصريف تالت فى حول they have eaten Chinese food طيب لما اجي انفي بقى حبابي قال لي لما انفي كل الموضوع ان انا بحط وراه have او has not سواء بالمنظر الكامل ده او in apostrophe t وطبعا بجيب وراها الباس بارتصريف التالت للفان وهنا بقى حبابي حلاقي فى اخر الكلام yet ويت دى معناها حتى الان تاني yet معناها حتى الان بس قال لي لا عادي جدا ممكن الاقي صفر اللى معناها حتى الان وممكن اقول up to now برضو معناها حتى الان بس الفرق حبابي ان صفر وup to now ممكن يوجو فى النافي او الاسبال لكن yet هي اللى تيجى فى الجملة المنفية فقط يعني لو قلتلك يالله وتعالى نين فى اول جملة اللى هي he has painted the house يبعى اذا حبابي هي عادي خالص وهيس هتبقى hasn't painted the house وهنا احط فى الاخر بقى كلمة yet او so far or up to now يعني حتى الان بس طبعا هو بيجيب لي yet لان yet هي نافية بس اما so far or up to now دي كلها ممكن تيجى فى الاسباط او النفي لو قلتلك تعالى نين فى الجملة التانية they have eaten Chinese food يبعى اذا هتقول they haven't they haven't Chinese food yet يعنى هم مكلوش طعام صينى حتى الان اذا حبابي لما يجو قللي he didn't paint has painted or hasn't painted the house yet هنا بقى لازم اخلي بالى ان في كلمة yet في الاخر واحنا قلنا ان yet دى معناها من زمن ده مضارع تانى بس لم في فبالتالى مش هختار didn't paint ولا has been لان دى جملة مثبتة فلازم اقول hasn't painted hasn't painted يعني لم يدهن البيت حتى الان حبابي كمان ممكن اقتنى في المضارع التانى بكلمة never يعنى انكم ملاقش ناص ولاق never وهنا بقى حلقة بالآخر كلمة before يعني هو ان يفعل الشيء ده من قبل يعني مثلا ما قولي are not already when i have dressed when i have never when i have ever visited London فلما شكت بالآخر حبابي فالناقى هايكون بكلمة never فقولها have never visited London لما قولها have never visited London هيبقى عمري مزوط لندن فالسؤال حبابي قالت السؤال have or has لابقيت اقول السؤال بكم عليها هلو بكوم عليها yes او no طبعا have or has حبابي فعلوا بعد بجل حبابي لبصبات نصول التصليب التالي وهنا برضو حبابي دي حبابي حبابي كلمة yet عليها حتى الان إزا yet ممكن تيجي فعلها السؤال فلما قولي have you do what have you done the experiment حلو have you done ايه حبابي have or has حبابي يبقى تصليب ثالث وهنا بقى لازم نعرف اني ممكن برضو بالسؤال اللي بيبقى هل اراقي تلك الاخفة كلمة already وقلت حبابي معانا بالفعل طبعا ايه حبابي معانا بالفعل طبعا ايه حبابي already ويت في السؤال قال لي ييت حبابي للمعرفة يعني انا ما عايز اعرف انت كنت انت عنابت الحاجة ولا لا طبعا اقول له have you done the experiment yet حقول له yes or i have or no i haven طبعا لما يسأل بقى already حقول لك لا ده هو عارف بس مندهش ان انا عملت الحاجة دي في الوقت القليلة ده اذا already حبابي لما تيجي للسؤال بتبقى ها للجهشة يعني انا ممدهش انه عمل الحاجة اذا انا بسألتك انا عارف انا مش عارف هتقول لي لا انا عارف ليه لان هنا جيبلي في الاخر الكلمة already يبقى تاني الفارق بين already wait ان it بجيبها في اخر السؤال فمعنى ان انا مش عارف الاجابة اما already بتيجي ليه الدهشة فقط مغير فانا مقول لي have you do ولا done the experiment already بتيجي عنها ان انا عارف بس انا ممدهش ان انت ازاي عملتها في الوقت ده معادي جدا اقول لي yes i have طبعا حبابي في السؤال have and have لازم يخلي بالي من حاجة مهمة جدا هو صحيحنا لما اسأل have and have في المجارع التام بجاوك في المجارع التام بس تخلي بالي لو اداني في الاجابة علامة من علامات المواضي البسيط يعني مثلا لما يقول لي have you watched that film هل انت شاهدت الفيلم ده فطبعا يجي يقول لي في الاجابة yes i have watched ولا watched it last night اه طبعا هنا مفروض ان اقول yes i have watched بس هنا مديني في الاخر علامة من علامات المواضي البسيط خلاص يبا لازم اختار مواضي بسيط فعلا لازم اقول yes i watched it last night طب لا ينفعش اقول له have watched هقولك كنت ممكن اقولها لو مفيش حبابي last night يعني لو last night دي مش موجودة كنت قلت yes i have watched it يبا لازم اخداري لو سألني في المجارع التام بس سداني في الاجابة علامة من علامات الماضي لازم اختار ماضي بسيط من الحاجات المهمة جدا حبابي ان انا في السؤال دايما عن تجارب الناس انا بسأل عن تجاربهم مروا بالتجربة دي ولا لا هلاقي دايما في السؤال حبابي كلمة ever ever معناها سبق لك لما تيجي في السؤال يبقى انا بسأل الشخص هنسبق لك فعل الشيء ده ولا لا فييجي يقول لي have you ever ولا never ridden horse طبعا دي السؤال اكيد هجيه بكلمة ever يبقى have you ever ridden horse يبقى اذا حبابي ممكن ارايه في السؤال اللي معناه هل في المجارع التام كلمة ever و ever دي بتيجي في السؤال مش never طبع نصر يا ممكن ever تيجي في الجملة المثبتة قال لي ايوه ever حبابي من علامات المجارع التام وممكن تيجي في الجملة المثبتة عادي جدا في حالتاني اثنين الحالة الاولى ان انا اقول it's the first time دي اول مرة افعل الشيء يبقى انا ما اجيب مجارع التام بكلمة ever ثانيا لما اجيب جملة فيها مقارنة من الدرجة العليا يعني صفة فاقول الجملة بعدها اول مرة اعملها يعني مثلا لما اقول لي it's the first time he has a ridden horse طبعا ما قال لي دي اول مرة افعل فيها الشيء يبقى لازم اجيبه المجارع التام هنا بكلمة ever it's the first time he has ever ridden horse يبقى راحز ever جيت في الجملة المثبتة انتهى لما قال لي دي اول مرة افعل الشيء ثانيا لما يجيب لها جملة فيها صفة est يعني مقول لي مثلا رانا is the most careful girl يعني رانا دي اكتر بنت حريصة وجه اقول انا شفتها وانا قبلتها وانا عرفتها قال لي هنا بجيب جملة في المجارع التام بكلمة ever تقول رانا is the most careful girl i have ever seen اه معناها دي اكتر بنت حريصة انا شفتها يبقى هنا بجيب من المجارع التام برضو كلمة ever ودول الحلطين اللي حلاقي فيهم ever في الجملة المثبتة تاني سؤال حبيبي السؤال اللي بيبدأ به اداة استفهام طبعا الحبيبي لما ابدأ بعد اداة استفهام في المضارع التام مجيب بعدها have او has وبعد كده الفعل وبعد كده التصريف التالت للفعل ومن ادوات الاستفهام المهمة جدا او مشهورة جدا فيه المضارع التام هي كلمة how long how long معناها ما طول المدة فيجو لي how long has he lived ولا lived انجيزة حوله طبعا lived ان انا عندي has طب how long has he lived انجيزة يعني ما طول المدة اللي هو عايش فيها في الجزة بس لازم الاحظ ساعات حبيبي في السؤال ما بيقول ليش how long بس بيقول لي how long ago وهنا بقى ما ينفعش اجيب مضارع تاني طبعا ما جاب لي ago ورا how long ابقى هنا السؤال بتاعها حبيبي ماضي بسيط فاقول how long ago did he live ولا has he lived انجيزة او عد قول هذا طبعا ما جاب لي ago فحقول did he live بلاحظ اداة الاستفهام بيجي وراها اب اوز بعدين الفعل هو التصريف الثالث طبعا ملأ اداة الاستفهامية how long بس لو قال لي how long ago بجيب وراها مال بسيط ما بجيبش مضارع تاني تعالوا حبيبي بقى نشوف صيغة المبني للمجول في المضارع التاني طبعا لما اجي قابل مجول في المضارع التاني حبيبي ببدأ بالمفعول بتاعي وبعدين اجيب هز او هز وهنا بقى لازم اجيب كلمة بهم اللي هو التصريف الثالث من ريب تو بي وبعدين التصريف الثالث للفعل شكل ما هو والفعل مسبوق كلمة بام يعني مثلا مهي يقول لي احمد هز سكورد ثري جولد احمد سجل ثلاث اهدف المجول مجول طبعا هنا حدق من المفعول اللي هو ايه حبيبي هتقول لي امصر ثري جولد طيب انا عايز اقول لي تسجله طيب اذا لازم اجيب هنا هز او هاف طب هجيب هز ولا هاف هتقول لي لا امصر هجيب هاف ليه اصلاح مكان مفرد لكن ثري جولد جمع هاف طب هنا بقى لازم اجيب مين هتقول لي بين وبعدين التصريف الثالث للفعل لشكل ما هو سكورد باي احمد يبقى ثلاثة جوان تسجله بواسطة احمد الثاني حبيبي بابدأ بالمفعول هاف او هز بين فاسبرت اسبه للتصريف الثالث للفعل الفعل مسبوق كلمة بام امتى استخدم المضارع التام طبعا حبيبي انا باستخدم المضارع التام لما اكون بتكلم عن احداث بدأت في الماضي ومازالت مستمرة حتى الان وهنا حالي بقى كلمات شكل for or since for or since for اللي معناها لمدة و since اللي معناها منذ و دي هنكلم عنها دلوقتي طبعا تاني احداث بدأت بدأت في الماضي and to continue و استمرت لغد الوقت فلما اقولك احمد lives ولا has lived in Egypt since 1999 طبعا هنا سنت على قامل علامات مضارع التام و ديني المدة اللي عاش فيها فبالتالي لازم اقول has lived معنى الكلام ايه دا حبيبي هقولك معنى الكلام دا ان احمد عاش في مصر من سنة 1989 ولسه عايش فيها لغد الوقت بقى و لسه دا شيء بدأت في الماضي و مازال مستمر حتى الان تاني حاجة حبيبي لازم اكون عارفة ان انا بستوضي بقى المضارع التام ان انا بتكلم ان احداث لسه منتهي حالا actions that have just finished لسه خلصانه و هنا بقى حلق كلمات شكل already و just طيب just دي حبيبي بتيجي بعد have or has والتصريف التالت نفس الكلام already have or has والتصريف التالت بس الفات ان already دي حبيبي ممكن تيجي في نهاية الجمه اما just لا فلما يقول لي she tieded ولا has tieded her room already حاولوها طالما انت شفت already في الاخر فاذا هقول she has tieded طيب ممكن اقول لي بطرقة تانية هتقول لي ايوه ممكن اقول she has already or just tieded her room و هنا بقى حبيبي لازم اخلي من بادي من حاجة مهمة جدا ايه هي في فرق جميل جدا بين just و just now just لما يجبها لوحدها حبيبي يدي من العلامات المدرقة اما لو قال لي حبيبي في الاخر just now قال لي بقى كده اللي جاي قبلها ماضي بسيط يعني لو انا حبيبي جبت نفس الجمل دي قولت كده she tieded ولا has tieded her room just now هتقول لي اه just now من الشكل just طبعا مع اللي just now في الاخر يبقى دماضي بسيطي بقى لازم اختار tieded تانية لازم اختار tieded طب الشيء التالت اللي انا بستخدم فيه المضارع التان actions that finished اشتغلت يعني احداث منتهية منذ وقت قصير ولكن دون تحديد زمن محدد و هنا حبيبي شكل ما قولنا قبل كده انه بيهتم بالفعل و ليس زمن الفعل يعني بيتم بالفعل نفسه مش زمن حدوص الفعل و هنا بقى حلقية كلمات حبيبي بشكل كلمة recently و كلمة lately فاول ما اشوف recently lately بعرف ان الكلام ده present perfect مباركتين فلما اقول لي my uncle visited ولا has visited us recently اقول له لا طالما شفت recently يبقى انا حجيب على طول مباركتين فاقول my uncle has visited us recently و دي معناها ان my uncle visited us a short time ago وهو يعني زرنا منذ وقت قريب فانا المهم هنا عندي ان هو عم زرنا مش مهم امتى الاستخدام الرابع حبيبي بستخدمه لما يكون بعض عن actions يعني احداث that finished but has an effect on the present باحداث حدثت في الماضي ولكن حبيبي بها تأثير موجود دلوقتي يعني اثر الحدث بشوفه قدام عيني موجود يعني مثلا ما اقول لي the car is very clean العربية نضيفة جدا يبقى my father washed ولا has washed it طالما العربية نضيفة جدا يبقى ايزا بابا لسه غسلها يعني اثر الحدث لسه موجود الحدث لسه خلصان فبالتالي الكلام ده لازم امضارع تام فلازم اقول has washed بالتالي حبيبي باتكلم بي عن احداث حصلت ولكن حصرها لسه موجود من الحاجات المهمة جدا ان انا بستقبل في المضارع التام حبيبي لما اكون باتكلم عن actions يعني احداث that can happen more times اه اللي ممكن تحدث اكتر يعني احداث قابلة له الزيادة يعني لما قولك مو صلاح scored ولا has scored many goals هتقول لي اه محمد صلاح سجل اهداف بس هو لسه بيلعب ولسه محترف يعني ممكن يسجل اهداف اكتر لازم الحدث ده قابل بالزيادة فبالتالي هنا هقول has scored لو بيبت نفس الجملة دي حبيبي بس مثلا عن ابوتريكا قلتلك ابوتريكا ايه مني جولد هتقول لي ابوتريكا خلاص بطل لعب يعني ما عادش يلعب وانعاد محترف فبالتالي هقول scored هنا ما قلتش has scored طيب اني كمان بستخدم المضارة التام حبيبي لما كون بتكلم او باسأل اسئلة عن تجارب الاشخاص يعني باسأل الشخص عمل الحاجة دي قبل كده ولا ولا لا وشكل ما قولنا قبل كده حبيبي ان انا بستخدم هنا بقى كلمة ever تاني بستخدم كلمة ever فلما يجي يقول لي did you ever ولا have you ever been to aswan هنا باسأله انت رحت اسوان قبل كده ولا لا فان حبيبي حاسأل بكلمة ever ومبارعة التام فاقول have you ever been to aswan يعني هل سبق لك زيارة اسوان تاني هل سبق لك زيارة اسوان تعالى حبيبي بقى نشوف حاجة من الحاجات المهمة جدا في زمن المبارعة التامة واستخدام سنس فور طبعا سنسة حبيبي معناها منذ اما فور معناها لمدة طبعا سنسة حبيبي بيجي وراها وقت محدد اما فور بيجي وراها مدة زمنين يعني لو هنا مثلا سنسة اجي وراها السنة 1999 هنا تلاقي عدد السنين 3 years لو هنا الشهر مثلا جانيواري تبصت له هنا 4 months عدد الشهر طب لو لديت هنا summer معنى فصل الصيف winter هتلاقي هنا عدد الفصول 3 seasons 4 seasons لو لديت هنا اسم اليوم شكل منذيك تلاقي هنا عدد الايام تلاقي عدد الساعة تلاقي عدد الدقائي عدد السواني اي عدد بالمنظر ده بقول عليه مدة زمنية معادة حبيبي بس لم يقول لي 2 o'clock 2 o'clock معناها الساعة اثنين مش ساعتين ودي تيجي معه طبعا سنسة حبيبي بيتيجي معها كلمة اسمها since then معناها منذ ذلك الحين فور بيجي معها مدة شكلة long time a long a ages a while a while for a while يعني لبرها من الزمن وfor as long as يعني لمدة تبلغ طبعا هنا كل ده حبيبي بيجي معه فور وكل ده مدد زمني من هم الحاجات اللي انا لازم اعرفها بقى ان سنس بيجي وراها جملة كاملة و جملة دي حبيبي بيكون في زمن الماضي البسيط تاني since بيجي وراها جملة كاملة و جملة دي حبيبي بيكون في زمن الماضي البسيط و هنا بنقول ان سنس لما تربلو جملتين بيبقى هنا نظارة عتام و هنا حبيبي ماضي بسيط فلما يجي يقول لي we haven't had ice cream ايه اجز طبعا ايجز دي مدة رحقول for لما يجي يقول لي we haven't had ice cream ايه ماندي اهلا ماندي ده وقت محدد اسمي يوم فبالتالي لازم اقول since ولكن هنا بقى حبيبي لازم اخلي بالي من حاجة مهمة ضمن و دي حاجة دايما بيغلطني فيها انا بجيب since قبل الاوقات المحددة لما يكون الزمن مضارع تام طب اقدر الزمن مش مضارع تام اوعى تجيب since قبل الاوقات بجيب كل وقت حرف الجر بتاعه اللي احنا مودينه الاصلي يعني الوقت بجيب قبله at الايام on السنين والشهور والتصول in يعني مثلا لما اقول لي we didn't have ice cream a Monday اه خلي بقى لك بقى هنا الزمن ده مش مضارع تام اذا مقدرش اقول هنا ابدا since Monday امال هقول on Monday هجيب حرف الجر اللي بياخده الوقت اصلا هقول on Monday لازم اركز هال الزمن ده مضارع تام ولا لا عشان ابدأ اجيب since او حروب في الجر الاخرى لما يجو لي we went to aswan ايه 2019 طبعا هنا الناس جايب له اول اختيار since وهو شاف سنف على طول بيجري حاولك لا الزمن ده ماضي بسيط فبالتالي لازم اقول يا حبابي هتقول لي لازم اقول in لان ده مش مضارع تام ده ماضي بسيط طيب تعال كده نشوف المثال ده بقول لي i have learned english ايه i was six حاولك طالما جاب لي جملة كاملة يبقى على طول لازم اختار since ما ينفعش اختار for ثانيا لازم اعرف ان الجملة كاملة دي بتبقى في زمن الماضي البسيط يعني لما يجو لي i have known علي since i go ولا has gone ولا went to alex فلازم اقول له went ليه حاول له since هنا مضارع تام وهنا ماضي بسيط تعني اذا مضارع تام يبقى ده ماضي بسيط فلازم اجيب went ولكن من الحاجات المهمة بقى حبابي لانا لازم اعرفها ان ممكن since اصلا ما يكونش معناها مضار since ممكن يكون معناها لانا وهنا بقى انا مش مرتبط بالقعد دي خالص يعني عادي الازمينة هنا مش مرتبط انا بالمضارع تام يعني ما يجو لي i didn't go to school since i was ill هنا since هتقول لي ايه هتقول لي معناها لانا انا ما روحتش المدرسة لاني كنت تعبان وهنا بقى ممكن نلاقي المضارع التام بعدها مش قبلها يعني حبابي ممكن اقولك i have a stomach cake يعني انا عندي الم في المعدة او مغص since i have eaten too much لاحظ بقى هتقول لي ازاها مصدر يا sense بيجي بعدها مضارع التام ده بيجي قبلها هقولك ما هو sense هنا مش ايه حبابي هتقول له اوه ده sense هنا مش معناها منذ مال sense هنا معناها ايه لانا من الحاجات المهمة بقى في sense حبابي هي القعدة دي إتس مدة زمنية وبعدين sense هنا بقى ايه حجيب مضارع تام امال حاجيب ايه مصدر حاجيب ماضي بسيط يعني كده كده القعدة دي برضو sense حيجي وراها ماضي بسيط لان sense هنا معناها منذ اذا هنقول ان sense طلب معناها منذ حيجي وراها دايما ماضي بسيط مش مضارع تام فلما يقول لي it's three hours since I ate this film هتقول له ادي اتس وهدي مدة زمنية يبقى هنا هجيب ماضي بسيط نفس الكلام it's three hours since I ate Sammy هتقول لي اه ادي مدة زمنية وهدي sense يبقى هنا على طول حبابي ماضي بسيط فلازم اقول sense I met Sammy من الحاجات المهمة جدا حبابي استخدام المدة مع sense و four يعني انا عارف ان four بيجي وراها مدة زمنية طب لو المدة الزمنية دي يا مستر بيجي وراها اجو قال لي لا هنا هختار sense مش هختار four يعني لما يجي قول لي I have learned English ايه five years هقولك اه ال five years دول مدة زمنية وده مضارع تام فانا هجيب four طب يا مستر لو قال لي نفس الجملة I have learned English five years بس قال لي اجو هنا بقى لازم اجيب حبابي كلمة مين since لازم اجيب كلمة مين since عشان كده حبابي فيه اداة استفهام اسمها since one لانه وندي حيجي الوقت المحدد او for how long لازم احفظ ادتين الاستفهام دول كويس جدا لو قال لي sense باسمها since one لو قال لي for يبقى for how long لان ده عايز المدة وده عايز الوقت لما يقول لي A when Have you learned English حوله since لما لما يقول لي A how long Have you learned English حوله طبعا for how long يعني لمدة طبعا حبابا الحاجة المهمة واخر حاجة هنتكلم عنها هو have been to وhave gone to طبعا نقول لي have been to has been to معناها راح ورجع يعني زر وعاد انما have او has gone to معناها ذهب ولم يعود يعني راح ومرجعش فمسلا ما يقول لي where is your mother القابل مثلا بيسأل ابنه where is your mother يعني منطق فين طبعا معنى ان يسأله ان منطق فين معنى ان هي مش موجودة يعني معنى ان هي راحت مكان ولسه ما جاتش فبالتاني ما ينفعش اقول له she has been to the market لانيا لو راحت السوق كانت رجعت وهو عارفها فين اما هنا حقول she has gone to the market يعني راحت السوق ولسه ما رجعتين طيب المثال التاني بقول لي احمد has ate too many countries but he hasn't visited England yet لكنه مزارش انجلترا لغت دلوقتي بعيز اقوله وزار ورجع هنا معناها has been to يبقى been to معناها راح ورجع انما have gone to معناها ذهب ولم يعود اتمنى انكم تكونوا فهمتوا وزمن المدرع التاني بكل التركات اللي موجودة فيه حاول بقى تحل وشوف يا ترى هقدر اطبق على الكهندة ولا مش هقدر اشهر لكل زمالك عشان الكل يستفيد وبقى السلام عليكم